نادية الجندي بينها وبين حالق داي عمتم بصت النصورة دايماً عم بتنزلون عالسوشال ميديا عم بيطلعوا تراند الكل عم بيتغنى بجمالها ده حب الجمهور الحمد لله شو ريسالتك اليوم اللي بتوجهي بتعرفي دايماً في أشخاص بيحبوا شنوا حروب ويأسروا على نجاح لآخرين واليوم عم بيطلعوا كتير أخبار شي بيقول إنه ما تقضينا تعملنا مع شركة الانتاج ما تقضينا للمبلغ اللازم أو تحاربنا من نادية الجندي اليوم شو بتقلونا والأشخاص؟ لا تعليق لا تعليق أنا قدمت نص من فنانين من فنانات مصر ما فيش حد أبداً قال أي كلمة دي فنانة فاشلة وعايزة تتسلق على اسم نجمة على اسمي ولا تعليق يعني مش عايزة تكلم يعني أنا تاريخ محمد مختار وداريخ انتاجنا يشهد قدمنا أعظم أعمال ما فيش حد قدر يقول إنه له إن نتعامل وحش ولا إنه له فلوس عند الشركة ولا حاجة يطلق مادام نادية اليوم قلت قد أنت حب مونازكة وتمثيلة هل معقولة هيدا الأمر يشجعك إنه يكون في أعمال مشتركة بينتك؟ قال لي لأ مونازكة نجمة جميلة جداً وملتزمة ومتميزة جداً وأنا بحبها جداً 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 يوم نصيحتك للنجمات اللي على الساحة شو تليم؟ النجمات اللي على الساحة أقول لهم اكتحدوا وتعبوا وما تكونش المادة هي الأساس الفن يكون هو نمبر ون في حياتكو لأن اللي بيحب الفن وبيديله كتير الفن بيديله كتير برضو قوي ترجمة نانسي قنقر